بارح كت معنا ستة نغام استمتعنا بيها حتى الثانية صباحا وكتقى رأي كتير هنا وهنا 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 من ضمنها رأيي أنا توقفت عنده قالهولي أنا ما بقرشل الحاجات دي لأن الحاجات دي تعمل إيه؟ شوية غرور كتير وممكن تجيب اكتئاب يعني تسمع رأيي كده ورأيي كده ورأيي كده فأنا مش متصل أوه بالحكاية دي لكن لما بدأ فيه رأيي يعني ممكن يكون يعني أنا يعني يخصني يعني ممكن أبني عليه حاجة بقى الصحابة بيقولوا لي فقال لي عزة الشام النهاردة أنه صحفي طبعا العزيز ومدير تحرير مجال السبع الخير حاليا أنه واحد كتب جملة قال أن محمود سعد يعني المفروض أنه يعمل حوارات فنية على فكرة هذا هو أصلي الذي أفخر به وأشرف والفنانين أعطوني الكثير جدا من الثقة لما بدأت شغلي في التلفزيون سنة 2001 بيقول لك كانوا بيعودوا كنا بنصور في نادي العاصمة اللي في جارة نسيتي ده وكانوا بيعودوا بالأربع خمس ساعات ينتظروا لأن إحنا أصدقاء ولأنهم بيدعموني فأنا أصلي حياتي كلها قضيتها مع أجمل شخصيات في العالم العربي مع كل التقدير للناس كلها أنهما نجمنا أن أعشت معاهم وفتحوا لي بيوتهم ودخلت وخرقت وسمعت وكل حاجة وعايز أقول لكم أن أنا طبعا في حاجات سمعتها ما تتقلش وفي حاجات تتقال ممكن يبقى فيهم الأيام إذا الزمن أعيزها إذا كان في العمر يعني ممكن نبقى نحكي هذه الأشياء وعايز أقول لكم أن أنا مش هخب حاجات فيها أي شيء قبيح لأن الفنان الحقيقي أنا أقول لك والله أنا أقول كلام ده وأنا مقتنع به تماما من خلال تجربة حياتية الفنان اللي هو زي عد الإمام زي محمود عبدالعزيز زي أنور الشريف الرحمه زي أحمد زاكر الرحمه زي عزة العليل زي حسين زي فرود فشاوي زي عد زا ما أنت عايز يسرى ليلة إلهام عد زا ما أنت عايز ما عندهمش في حياتهم قبح أبدا لأن الفنان بيصنع شيء بديع حلو جدا اللي يصنع الحاجة الحلوة ما يبقاش فيه في حياته قبح أنا أخبيه لا وأي قبح تسمعه عن فنان بجد ما تصدقوش لأن هم ما يعرفوش يعملوا قبح ما يعرفوش إحنا نعرف إحنا الصحفين أشقية إنما الفنانين دول سلطين كبار يعني ممكن آه يعيش تجربة حب فشلة ممكن يعيش تجربة حب طيشة ممكن يبقى زي ما أنت عايز إنما كبح في حياتهم أنا عيشت في وسطيهم سنين طويلة وما زلت قريب من بعضهم مفيش كبح مفيش حاجة تستخبى وحشة إنما فيه تفاصيل حياة ملهاش لازمة أبدا للناس إنها تعرفها يعني فده يعني أنا بشكر الرأي ده وإذا قدتوا عايزيني أعمل حوارات فنية أنا أرجوكوا قولوا لي الكلام ده أرجوكوا وكتبوا كده وقولوا في الموقع بتاعنا بطل ده ويعمل فن أيكون أسعد ما يكون يعني أكون أسعد ما يكون لو نقلتوني برأيكم لهذا المجال لأنه هو ده حياتي أنا وده اللي تعلمته على قد أستاذنا رقوفة وفيه إن الفن إيه إن الفن فيه سياسة طبعا مش فيه فيلم بيناقش قضية سياسية ومسلسل طب فيه اقتصاد طبعا مش فيه كلم عن رجال الأعمال ومش عارفه طب فيه اجتماء طبعا كل حلاقاتها الاجتماعية موجودة في المسلسلات وفي الأفلام طب فيه أراءة دينية أيه طبعا فيه كل حاجة الفن فيه كل حاجة يخطئ ما نتصور إن الفن ده تسالي لا الفن فيه كل حاجة الفن فيه كل نواحي إلى حياتنا فأنا أتمنى لو سمحتولي وزقتوني هذه الزقة أشكركم لأننا أمور حياتي بعدين بقى فيه حدف إن شاء الله إذا كان فيه وقت فيه لقاءات أخرى نبقى نحكي لكم إزاي الواحد انتقل كده نقلات دون إرطي على الإطلاق على كل حال أنا بشكركم وبالمناسبة كمان أنا كلمت صديقي العزيز فنان القدير نبيل حلفاوي وقلت له أنا عايز عم معك حوار مختلف هو نبيل أنا بقوله نبيل لأنه هو صديق عزيز إنه مهتم جدا بالسوشيال بتاع التواصل الاجتماعي السوشيال ميدي ومتفاعل معاه بشكل رائع يعني كل ما يكلمه ألاقيه عم بيكتبه بيعمل وبنتابع طبعا ما يكتبه فقلت له تعالى نتكلم عن هذا العالم فقال لي أنا موافق أنت عارفين نبيل مقل جدا في زوره أنا من سنين ما طلعش سجل معايا مرة من يمكن من 13 سنة مثلا لكن حب الفكرة لأنه هو حتى سماها السلطة الخمسة الجامحة وده تعبير جميل جدا من نبيل فإن شاء الله نبي أستاذ نبيل الحلفاوي فإن أنا الكبير حيكون معنا إن شاء الله هم الجمعة جاية ولو عايزين تسألوا أي أسئلة عايزين تقولوا قراء حوالين التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من فضلكم تتفاعلوا معنا لأنه دوت حيبقى شيء كويس جدا طيب إحنا بقى إيه أجلوا الاجتماع السوداسي لـ 11 ديسمبر الدنيا ملغباطة قوي مش عارف حتتظبت إزاي عمليني مطوحه ويلعبه وبيعمله وبتاعه يعني المسألة محتاجة يعني أنا بسجل لنا التقديري الكبير لكل الجهد المعمول في السياسة الخارجية معمول جهد كبير بس بقى في حاجة حصلت معدنية كده اللي هي كان كتب عنها زملنا العزيزي دكتور ياسر أيوب عن بطولة السكواش اللي كده هتتعمل اللي بتتعمل كل سنة في مصر ففيه 11 دولة اعتذروا قالوا مش هنيجي لأن البلد مش آمنة ده حاجة في مطار خطورة وبعدين الناس المتصورة إن لما طيارات الروس هترجع وطيارات الإنجليز هترجع يبقى السياحة هترجع مش دقيق الكلام ده ليه لأنه قبل ما يتحصل حادثة الطيارة ويقال كذا وكذا وكذا ما كتسيحة فيها مشكلة كبيرة فليجب إن إحنا ما ننساش ده إن في الأصل عندنا مشكلة يعني إن شاء الله ترجع الرحلات الروسية وترجع الرحلات الإنجليزية وترجع كل حاجة لكن من قبل ده إحنا عندنا مشكلة كبيرة فإعتذار 11 دولة ده لابد يكون فيه بيننا وبينهم تفاهم على مستوى وزارة الخارجية على مستوى هيئة الهيئة العامة للإستعلامات ده كلام مهم جدا لازم نبصله ليه 11 دولة اعتذروا بحجة بسبب أو هما يروا كذا إن مفيش أمن طبعا قبل فايتة سجلت حاجة عجباتي قوي إنه إنه قال لك بقى قم مش عارف إيه والكلام ده كلام يا جماعة ما ينفعش يعني انت صور أنا أطلع دلوقتي أقول كلمتين بالإنجليزة عشان سيحيجو يعني أنا أطلع أقول بالعربي لإخواننا العرب تعالوا يا جماعة البلد أمنى وما تخافوش العرب نتكلمهم أخواننا ويعني عيلتنا العرب دول عيلتنا إنما أنا أتكلم بإنجليزة عشان مين حيسمعني سيبك من الكلامة قال غلط وبتاع سيبك من ده إنما بتكلم مين يعني مش عارف ده بقى مسألة عايزة قلنا عايزة شغل كبير من الدول العربية كلها شغل عليه فلوس كتير نجومهم هم ييجوا مصر ويتصوروا وفنانهم وكذا وكذا حكاية عايزة شغل تاني غير إنه نعمل مؤتمرات في شرم السيح وكل ده كويس ده عمل طيب لكنه لا يصمر عن شيء حقيقي ده زي بالظبط لما بتيجي تطبطب على واحد يكون عنده مشكلة يعني حد عنده عزة ولا بتاع بتطبطب عليه ما تاقي شغل كتير